الحل النهائي لمشكلة توقف تاتش الموبايل وبدون لجوء الى فكه من الداخل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعين الكرام اهلا بكم وفيديو جديد معنا النهاردة مشكلة بتواجه كتير من الناس اثناء استخدام اجهزة الموبايل الاندرويد والمشكلة باختصار هي توقف التاتش عن العمل بشكل مفاجئ وعدم الاستجابة لاي اوامر وايضا لايمكنك الرد على المكالمات او حتى اغلاقه بشكل نهائي ان شاء الله في الفيديو ده هنتعلم مع بعض حل المشكلة دي بكل سهولة وبدون فتح الموبايل من الداخل تابعوا معنا الشرح بس اريد ما تنسوش الدعم يا شباب لايك للفيديو واشتراك في القناة لو انت لسه مش مشترك معنا وشير الفيديو علشان الكل يستفيد ودلوقتي يلا بينا نبدأ مع بعض وحل المشكلة دي يا شباب باقتصار هو اننا هنضغط على ازرار رفع وخفض الصوت الاثنين مع بعض الاول وبعد كده هنضغط على زر الباور ونفضل ضغطين بصوبان التلاتة لحين شعرنا بهزة الفتح او ظهور اللوجو الخاص بالشركة المصنعة للموبايل هنلاحظ ان الموبايل افل وفتح لوحده هننتظر لحين فتح الموبايل بشكل كامل وبعد كده مبروك عليكم الجهاز رجع يشتغل بشكل طبيعي جدا اتمنى ان فيديو النهاردة يكون عجب حضراتكم وتكونوا استفادتم واستمتعتم بالشرح بتاع النهاردة ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تضغطوا لايك وفي النهاية اتمنى النجاح والتوفيق لكل الناس كما اتمنى لكم جميعا دوام الصحة والسعادة مع وعد بفيديو جديد ان شاء الله ومفيد من قناة السنابل للتكنولوجيا والمعلومات مع تحياتي محمد سلطان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته